استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفد رواساء وعضاء عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية وعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام من مختلف أنحاء العالم الذين يزورون دولة الإمارات للمشاركة في احتفال المجلس الوطني الاتحادي بختام فعاليات عام التسامح ورحب سموه بأعضاء الوفد وتمنى لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات معربا عن سعادته بالصدى الإجابي الكبير الذي أحدذه عام التسامح على الساحة الدولية سواء على المستويين الحكومي أو الشعبي من جانبهم أعرب الضيوف عن سعادتهم بالزيارة دولة الإمارات واثنين على جهود الدولة في نشر التسامح والاعتدال والوسطية في العالم ودورها في دعم التنمية لمصلحة الشعوب ترجمة نانسي قنقر